من كثر مصايبنا ومن كثر طلابنا ومن كثر ضيمنا ومن كثر ألمنا نفتشوا في التاريخ ونقرأوا في الحاضر ونبحثوا في القضايا والأحداث ريد نوصل نشوف العلة وين ياه اللي هو على خطأ الآن بحيث نروح يمّا نسولي في سالفتنا نقل لي يا ولد أبو فلان أستاذ سعادتك معاليك هاي المسميات حتى أنه صحح ما يمكن تصحيحها احنا اليوم الأمريكان يقولون يا بس ويناكم ديمقراطية وراح تصيرون تتعلمون بالديمقراطية والإيرانيين هم يقولون هذا الحشي والخلايجة والولد اللي جاءوا من بره هم يعني وكأنه احنا ما زلنا تلاميذ طلاب يعني بعدنا نتعلم نحبي بالديمقراطية لذلك بعض الأحيان سولي في سالفتنا إلى الجميع حتى يعرف حقيقة من نحن إذا كان هو يدرك من هو بالـ 48 هاي السالفة لها علاقة أنه الديمقراطية بالعراق وين أصولها وين جذورها لما صالح جبور وقع اتفاقية أو معاهدة بورتي سموث العراقيين كلهم غضبوا الشعب كلما راض على الاتفاقية طلعت المظاهرات من جسر الجعافر وهنا الدولة تعاملت بأنه رأسا صارت جلسة استثنائية في قاعة الشعب حضرها رئيس مجلس الأعيان السيد محمد الصدور وحضرها الباشا نوري سعيد والإعلاميين والصحفيين وكانت الجماهير في جانب الكرخ بالصوب الثاني تهتف نوري سعيد القندرة وصالح جبر قيطاني طلع الباشا نوري سعيد تلقوا الصحفيين سأله واحد من الصحفيين قال لباشا من هو رئيس وزراء القادم قال لنت ما سمعت؟ لو أنا لو قيطاني جماهير تهتف نوري سعيد القندرة وصالح جبر قيطاني شوف هذه الكلمة معناها بالإثمانية واربعين الحكومات كيف تتعامل مع أشعبها عندما يغضب وعندما يهتف وعندما يحرد مطاليب ما زعل الباشا لما قالوا له هالشكل وإنت إلى الآن لحد اليوم التظاهرات تطلع وإيدك بلا حياء على زنادك وتقتل بالمتظاهرين اليوم 17 جريح وشهيد بالخلاني ليش حتى لا تسقط الحكومة ليش لأنه تفو ضد فلان هو من فلان هو من الحكومة أكبر من إرادة الشعوب وأكبر من إرادة أسلحتكم وأكبر من إراداتكم وأكبر من انتماءاتكم هالديمقراطية اللي نحكي عليها بالـ 48 واليوم أنا بالـ 2020 بمعنى نقيس مستوى التراجع الأخلاق في إدارات الحكومة بالتعامل مع شعوبها حس مرات نريد أن نفهم أنتم تنتمون إلى أي تاريخ حتى نذكركم بالتواريخ أن كنتم لم تقرأوها أو لم تطلعوا عليها أو لستوا جزءا منها هذا تاريخ ومرات إذا على الدين هم مرات نعرف أنتم بأي دين تستدينون أو تدينون ولأي مذهب تنتمون يا أخي هذا القرآن الكريم هذا القرآن هذه الرسالة هذه السورة العظيمة عندما الله سبحانه وتعالى طلب من الملائكة أن يسجدوا إلى آدم سجدوا جميعا إلا أبليس أبا واستكبر واستكبر علي من مرضه ما نفذ تعليمات الخالق الله سبحانه وتعالى هذا العظيم الكبير الله ما نزمه أذبه بالنار ولا بطش به أبقى على الحوار مستمرا مع أبليس قال له ليش أبليس هنا قدم حشته قال له أنا أحسن منه وأنا أفضل منه أنا ساجد عابد أنا خلقتني من النار هو خلقت بمعنى أنه استمع إليه الله سبحانه وتعالى فيما طالبه قالهم يا بروحوا اليوم تعالوا باتشر أبقى على الحوار شوفوا هذه الآية العظيمة التي يجب أن نتعلم ويجب أن نحدد نحن ننتمي لمن إجاء الثاني يوم قال أبويا هاي الصور علموني أنبؤونا آدم عرفها إبليس ما عرفها إلى حد هذه اللحظة الله استخدم الروح الديمقراطية في التعامل فخير إبليس وهذه القصة معروفة هذا بدينكم إن كان لكم دين وإن كان لكم انتماء يا أخوان سنوات طويلة ونحن نقول حددوا لنا منطقة مشتركة في التفاهم معكم أنتم إلى أي ملة تنتمون وإلى أي سياسة تعتقدون وبأي فكر تتصرفون وما الذي يجري حتى هذه اللحظة شنو اللي دا يصير مع الناس وجبت لكم اليوم أمثلة حية من واقعنا لماذا فشلتم في التعامل مع الناس لماذا دائما أنتم مأزومين وفي أزمة لماذا لا تستطيعون عندما تخلقون الأزمات أن تديروا هذه الأزمات بالقدر الذي يجنب الناس الدم خرجت التظاهرات اليوم في رسالة إلى الذين كانوا يمنون أنفسهم وكانوا يعتقدون أن الثورة قد انتهت أم القذلة طلعت والمحجبة طلعت والأم طلعت والشعب طلع والشايب طلع هذه الرسالة اقرؤوها صح الله يستر عليكم هذا الشعب وصل إلى مرحلة أن يكون القرار النهائي بيده وفعلا هو الآن يمتلك هذا القرار أخرجوا من هذه الأزمات التي تفتعلونها واتركوا منطق الصبية والمراهقين السياسيين فالعراق أرفع منكم انتهت رسالتي إلى الذين أعنيهم في هذه الرسالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا